قضية مقتل مدير الشركة اللي هو روجوه انتحار لكن هو مقتل وانا اعتقد وربما اجزم انه هذا قضية المقتل هي من الخارج واحنا الحمد لله واشكر العراق مستباح كل دولة اليوم بالعراق حتى اثيوبيا عدها ربع اهنان تقوم له بمهمات خاصة يا رواد ده للأسف الشريف فبعد هذا قضية المنتسبي الشركة اللي وصلوا للامارات وتم التحقيق معاهم واعتقالهم بالامارات باحد السيد الكاظمي ووصلت اللي انا اعتقد حتى تقلع وظافيرهم داخل الامارات ما هي الاسباب ولوية شوشون الاسباب هذا كله في سبيل ان الشركة تتوقف او الميناء مين بني الكويت تدفع مثل ما تدرين احد الاخوة بعهد السيد الكاظمي فاتح سبيكر الوزير بالكويت وهم اجتماع مجلس وزراء احد الوزراء وهاي اهم من علنة اشتركوا في القناة